اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار يقدمها لكم علي الموسى والبداية مع برس العنوي الغانم يزور النائبة ثامر لسويطة في لندن ويطمئنه على صحته كله يسوي حادث والاسعاف داخل في نزيف والاسعاف مراضي يشتغل تعطل سيارة اسعافة بمنطقة العبدالي والصحة تتفاعل وتحقق تسهيلا على المخالفين فتحوا ابواب اقامة الفروانية خلال العطلة يعطون مجال حق الاشخاص اللي قاعدة يغلبون قديوان القدمة المدنية تفتح مجال للشباب عند تخفيض سن التقاعد سيقوم المتقاعد بعد سن معينة بامكانه ان يزاول اعمال اخرى خفض سن التقاعد بعد الجدل النيابي الرأي يستطلع الرأي الشعبي رئاسة الاركان تنعى الطالب ضابط فيصل العبيد وتحقق بالواقع وفي النشر تخريج دفعة عسكرية جديدة من طياري الكويت بفرنسا قام رئيس مجلس الامة مرزق الغانم وعدد من اعضاء الوفد البرلماني المرافق لها الى جينيفا قاموا بزيارة النائب ثامر لسويط الذي يرقد باحد مستشفيات لندن عاقب العملية الجراحية التي اجرها مؤخرا وتكللت بالنجاح قال الغانم معاقب الزيارة انه نقل لسويط تحيات امير البلاد وولي العهد واعضاء مجلس الامة من وزراء ونواب وتمنياتهم القلبية له بالشفاء العاجل كذلك طمأن الغانم بان صحة لسويط جيدة وهو في تحسن مستمر سائلا المولى عز وجل ان يمن عليها بالشفاء العاجل على وجه السرعة تفاعل وزير الصح الشيخ الدكتور باسل الصباح مع ما تنقلته وسأل التواصل الاجتماعي حول تعطل سيارة اسعافة في احد الشوارع بمنطقة العبدالي ليعلن الوزير تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث حول تلك السيارة واضافة ستتم محاسبة المسؤول عن ذلك الخطأ الذي قد يودي بحياة اي فرد من افراد المجتمع واشار في سياق اخر الى وصول 79 سيارة اسعاف جديدة مجهزة تجهيزا حديثا كاملا لتدخل اول مرة في او ضمن اسطول سيارة اسعاف ادارة الطوارئ بدوره قال مدير ادارة الطوارئ الطبية منظر الجلاهمة ان طاقم سيارة الاسعافة التي تعرضت لعطل مفاجئة اثناء اسعاف شاب انقلب من على باقي قدم له الاسعافات الاولية واقام على الفور بابلاغ العمليات واستدعاء سيارة بديلة حيث قام فنيوها بنقله الى مهبط الاسعاف الجوي مشيرا الى انه سيتم التحقيق في الواقع بالتنسيق مع الجهات المعانية بالوزارة اقد اكدت مصادر طبية ان حالة المصابة مستقرة وفي اشأن الصحي اعلنت الوكيلة المساعدة للصحة العامة ماجد القطان ضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي في مركز فحص العمالة الوافدة بمنطقة صبحان عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها قالت القطان انه بناء على تنسيق المسامرة بين وزارتي الصحة والداخلية فقد تلقت وزارة الصحة اتصالا من الادارة العامة لمتابعة الوافدين بوزارة الداخلية وعلى اثره تمت اعادة الفحص بصفة الاستعجال لاربعة وافدين من الجنسية المصرية حيث تبين ايجابية الفحص بالنسبة لبعض الفيروسات بينما كانت فحوصاتهم السابقة سليمة تسهيلا على المستفيدين من مهلة الداخلية لمخالفي اهل اقامة والسماح لهم بتعديل اوضاعهم قالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان ادارة شؤون اقامة الفروانية تستقبل المخالفين خلال الفترة المسائية وعطلت نهاية الاسبوع من الساعة الثانية ظهرا وحتى السابع مساء كما تستقبل المستفيدين من هذا القرار خلال الفترة الصباحية اثناء دوام العمل الرسمي وذلك لسكمال اجراءاتهم اما بتعديل اوضاعهم او مغادرة البلاد بعد ان اثار جدلا واسعا داخل قاعة عبدالله السالم لقى مقترح قانون خفض سن التقاعد ترحيبا واهتماما بالغا على المستوى الشعبي من بوابة فتح المجال للكفاءة الشابة وفي المقابل يرى بعض المراقبين ان خفض سن التقاعد يعزز دور المشارع المتوسطة وصغيرة تفاصيل اوفا في تقرير ابتسام رمال مشروع القرار المعروض على مجلس الامة لتخفيض سن التقاعد الذي اثار جدلا واسعا داخل اروقة قاعة عبدالله السالم لقى اهتماما بالغا من قبل المواطنين الذين وجدوا في المقترح ملاذا للتخفيف من معاناة المتقاعدين مقترح يعني طيب انا اشوف ان شاء الله يعني احسن من قبل سبب؟ يعني يعطون مجال حق الاشخاص اللي قاعد يغربون بديوان الخدمة المدنية يعطونهم مجال حق التوظيف لا مع خفض التقاعد مع خفض التقاعد سبب دوان المنظفين دوان الخدمة طوابير انتظار التوظيف راح يفتح لهم مجال لا جدا ممتاز جدا يتفرغ الحياته يتفرغ الأعماله يتفرغ الأسرته توفر اموال للدولة تفتح مجال للشباب زيد عدد الوظائف العنبو عبدالله متقاعد منذ اكثر من اربع سنوات كانت له وجهة نظر مختلفة لا والله ما ايد ارتقاعد واحد يقعد بالبيت وصير سايق حق العيال وديهم ويبهم انا فعلا شغل زين شغل زين والدوام زين اما مشعل فهو تقاعد بسبب حالته الصحية ويرى في خفض سن التقاعد فرصة تساعده في تنفيذ مشروعه الصغير انا شخصيا انا متقاعد متقاعد تقاعد طبي فبالعكس انه هذا فادني واحد اكثر شي والحين انا لدي التأمينات الاجتماعية اطلب شهادة اشياء سيسوي هدفي اللي هو دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة اللي قاعد تدعمني حق مشروعي الخاص البزنس مالي الاراء انقسمت بين مؤيد ورافد للمقترح النيابي حيال خفض سن التقاعد ولكن ماذا عن التداعيات الاقتصادية وجهة النظر الاقتصادية تؤيد تخفيض سن التقاعد على اعتبار ان ذلك يفتح المجال امام العاطلين عن العمل ومن شأنه ان يعزز دور المشاريع المتوسطة والصغيرة من جانب صحية تقليل سن التقاعد هو يخفف الضغط على الدولة بان المجهود المبذول اثناء الخدمة يكون يعني مرتفع جدا فهذا يسبب اكيد زيادة في التوتر المشاكل الصحية وما شابه ذلك بالاضافة الى ذلك الحكومة حاليا تقوم بدفع الكثير من التكاليف على تأمينات المنظفين في القطاع الحكومي وبالتالي هذه التكاليف الغير واضحة تماما حتى في طروحات الفرق التي تقول بان تخفيض سن التقاعد سيؤدي الى وجود عجز اكتوار للتأمينات التأمينات جزء من الدولة فبالتالي الدولة تقوم بدفع من جانب وتعوض التأمينات من جانب اخر عند تخفيض سن التقاعد سيقوم المتقاعد بعد سن معينة بامكانه ان يزاول اعمال اخرى وان يعني طبعا يجب ان تسمح للدولة بالتالي هي الاعمال ما بين منتهية الصغر والمشاريع المتوسطة والصغيرة وبالتالي هذا يعيد تدفقات الاموال في الاقتصاد المحلي مسألة دخول موظفين جدد وبأعمار اقل يعطي انتاجية اعلى لان الاعمار كلما ارتفع سن الموظف يكون جهده اقل وبالتالي انتاجية تتقل فبالتالي دخول دفعة جديدة مكان الدفعات التي ذهبت الى التقاعد الاختياري يعطي انتاجية اعلى ويبقى السؤال في حال اقرار خفض سن التقاعد هل سيقضى على الكفاءات الكويتية والمواهب عند البعض والتخصصات النادرة عند البعض الاخر مثل الاطباء والصيادلة واساتذات الجامعة الذين لديهم القدرة على مواصلة عملهم ابتسام رمال الراي رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي نعت الطالب ضابط فيصل علي العبيد من الدفعة 47 في كلية احمد الجابر الجوية والذي وافته المنية مساء امس واكدت رئاسة الاركان مباشرة جهات الاختصاصة في وزارة الدفاع باجراءات التحقيق بالواقع للوقوف على اسباب الوفاء في فرنسا احتفلتها قاعدة تور الجوية بتقليد جناح الطيران الكويتي والفرنسي لعدد من الضباط الطيرين المقاتلين من الدفعة الثالثة والاربعين التابعة للقوة الجوية الكويتية بعد اجتياز البرنامج الدراسي بنجاح وعكد امير القوة الجوية الكويتية اللواء ركن طيار عبدالله الفودري في كلمته عمق العلاقات الفرنسية الكويتية في كل المجالات مشيدا بنتائج تبادل الخبرات والمعلومات في المجال العسكري وعرب بالانابة عن وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد عن اعجابه بالمسوى الذي وصل اليه الطيرون الكويتيون والانضباط الذي قدموه اثناء البرنامج الدراسي وفي نيويورك قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور الاعتابي ان الكويت عادت الى رئاسة مجلس الامنة خلال شهر الحالي بعد تسعة وثلاثين عاما بنفس اولويات سياستها الخارجية جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة تسلم الكويت رئاسة مجلس الامنة حيث استعرض خلاله السفير الاعتابي جدوى الاعمال المجلس وابرز اولويات السياسة الخارجية لدولة الكويت مضيفا ان الكويت ستركز خلال رئاستها لمجلس الامنة على تطوير الية واساليب العمل بالمجلس لاضفاء مزيد من الفعالية والشفافية للاضافة الى مناقشة القضايا الارسانية في سياق مختلف اكد نائب وزير الخارجية الامريكي جون سوليفان نامية مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي سيعقد في الكويت في وقت لاحق من الشهر الجاري يأتي موقف سوليفان عقب زيارة الرسمية للعراق قام بها مؤخرا حيث بحث فيها مع المسؤولين العراقيين العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من ضمنها الفرص الاستثمارية وقال سوليفان ان المؤتمر سيتيح فرصة مهمة للحكومة العراقية لعرض العديد من الفرص الاستثمارية الجذابة للمستثمرين الاجانب بما في ذلك الشركات الامريكية من اجل اثبات ان العراق مفتوح لرجال الاعمال وانشطتهم التجارية انتقدت تركيا اليوم قرار واشنطن ادراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هانية على لائحة الارهاب معربة عن الامل في ان لا يؤثر القرار على المساعدات التركية لقطاع غزة قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي اقصوي ان من الواضح ان هذا القرار الذي يغفل واقع ان حماس هي لاعب فعلي ومهم في الحياة السياسية الفلسطينية لا يمكن ان يساهم باي شكل في حل عادل ودائم وشامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني وعبر ايضا عن قلقه حيال تدعيات التي يمكن ان يتركها الاجراء الامريكي على جهود المصالحات الفلسطينية في سوريا قتل عشرات المدنيين في قصف جوي للنظام السوري والمكاتلات الروسية على ريف حلب وادلب وحمى في وقت تأتقدم فيه قوات النظام السوري بريف حلب الجنوبي ولقي قرابة اربعين مدنيا حتفهم في مدن وبلدات ريفية حلب وادلب جراء قصف جوي بينما قالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة ان مقاتلات الروسية شاركت في القصف الى جانب طائرات قوات النظام وعضفت المصادر ان القصف الجوية المتواصل يتزامن مع محاولات قوات النظام التقدم على حساب المعارضة المسلحة باتجاه عمق مناطق سيطرتها في ريف ادلب والتقدم الى مناطق حيوية فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على ستة افراد وسبع شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة قالت الوزارة في بيان لها ان اغلب الافراد وهم خمسة لبنانيين وعراقي على صلة بشركة الانماء للهندسة والمقاولات واضفت ان الكائنات السبعة هي شركاتنا مقرتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا رفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب سرية عن مذكرة اعدها نائب جمهوري ينتقد فيها اداء مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي ما يمهد لنشرها من جانب الكونغرس واعلن كريستوفر الراي المدير الحالي لف بي اي بوضوح انه لا يؤيد نشر الوثيقة كذلك ابدت وزارة العدلة تحفظها وخصوصا لدواع امنية وخطر كشف اساليب جمع المعلومات وتستهدف المذكرة كشف التنصد الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي على احد افراد فريق حملة ترامب في اطار التحقيقات حول النشاط الروسي بمناسبة يوم برايل العالمية الذي يصادف الرابع من يناير كل عام اقام معهد الكويت للابحاث العلمية مسابقة للمشي تحت شعار ارشد بصرهم بقلبك وتقام هذه المناسبة لسنة الرابعة على التوالي بمشاركة العديد من الجهة الحكومية والخاصة وتنظم خصيصا لذوي الاعاقة الالتزام بتخفيض الامدادات يدعم الخام تابعونا في صفحة الاقتصادية بعد فاصل الكثير اهلا بكم من جديد ارتفع سعر برميل النفط الكويتية واحدا وثلاثين سنة في تدولات امس ليبلغ خمسة وستين دولارا خمسة واربعين سنة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الاسواق العالمية ارتفعت سعر النفط امسا مع سمرار منظمة اوبيكا في الالتزام بتخفيضات الامدادات حتى مع صعود انتاج الخام الامريكي فوق عشرة ملايين برميل يوميا للمرأة الاولى منذ عام 1970 هبطت عملة بيتكوين 9 بي المئة اليوم لتتجاوز خسائر العملة الرقمية الاكثر شهرة 30 بي المئة هذا الاسبوع وتتجه لتسجيل اسوأ اداء اسبوعي منذ ابريل 2013 وانخفضت بيتكوين الى 8155 دولارا في بورسة بيتستامبا التي تتخذ من لوكسنبورغ مقرا لها عدت ردود فعلا قوية من جهات تنظيمية ضد العملات الرقمية الى اتجاه المستثمرين للبيع هذا الاسبوع وهو ما تسبب بهذا الكم من التراجع هيئة الرياضة ترعى النسخة الاولى لبطولة عبد الحسين عبد الرضا تفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد اكد مدير الهيئة العامة لرياضة دكتور حمود فليطح حرص الهيئة على تنظيم كافة الفعاليات والبطولات الرياضية سيما التي تحمل اسماء شخصية تقدمت الكثير للكويت اقال فليطح بمناسبة اقامة النسخة الاولى لبطولة المرحوم الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا ان الهيئة بادرت لتنظيم بطولة باسم الراحل لما له من مكانة كبيرة اليوم اللي هي العامة للرياضة حريصة كل الحرص لحياء ذكرى يعني الشخصيات المتميزة اللي خدمت بلدها في جميع المجالات لا شك ان المرحوم عبد الحسين عبد الرضا احد الهامات الفنية الكبيرة اللي الحقيقة اثر الساحة الفنية بالعديد من الاعمال اللي كان لها اثر كبير على المجتمع الكويتي اليوم البطولة اللي تقوم فيها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة الغدم اللي الناشئين تضم 15 نادي و 12 اكاديمية وبحضور 320 تقريبا شاب يمكن هذا الجزء بسيط يمكن من خلال يمكن نحن اليوم كهيئة للرياضة لا نملك الا ان نغيم مثل هذه البطولات ونتمنى ان نكون هناك حضور جماهيري من محبي المرحوم عبد الحسين عبد الرضا اللي نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والثواء وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بامكانية متابعتنا عبر موقع توترات الرائمي ديوغروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب راييوتيوب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة